عشرات الآلاف من شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة حصل عليها طلاب عراقيون من جامعات في إيران ولبنان وهو ما عد انتكاسة لرصانة قطاع التعليم في البلاد الأطاريح والرسائل التي بموجبها حصل هؤلاء على شهاداتهم بيعت لهم ولم يبذلوا فيها أي جهد للبحث أو المناقشة بحسب مصادر حكومية في كل من البلدين إيران ولبنان والمفاجأة أن من بين هؤلاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه مسؤولون في حكومة بغداد ونواب في البرلمان وبحسب تقارير صحفية فإن الفساد المالي والإدارية في الجامعات الإيرانية واللبنانية يدفع البعض لاختيارها من أجل سهولة الحصول على شهادة دون تعب أو دراسة ومن ثم الحصول على الوظيفة الحكومية المرموقة إذ يصل سعر الماجستير إلى خمسة ألاف دولار والدكتوراه إلى عشرة ألاف دولار في الجامعة الإسلامية في لبنان التي حصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان على شهادة الدكتوراه منها وفق مراقبين وبحسب تقرير سابق لجريدة اعتماد الإيرانية نشر قبل نحو ثلاث سنوات فإن تسعة وعشرين في المئة من رسائل الدكتوراه في الجامعات الإيرانية مزورة وترتفع النسبة عند الحديث عن الماجستير لتصل إلى ستة وأربعين في المئة وبالنظر إلى تدهور الأوضاع في إيران خلال السنوات الأخيرة فإنه من المرجح أن هذه النسبة قد تصاعدت كثيرا مما يطرح التساؤلات بشأن ألاف الطلاب العراقيين في هذه الجامعات ومدى صحة شهاداتهم ومن العجيب بحسب مراقبين أن وزارة التعليم العالي في العراق وهي الوزارة المعنية باعتماد هذه الشهادات أو رفضها يتولى مسؤوليتها الوزير نعيم العبودي الذي حصل على شهادته للدكتوراه من الجامعة الإسلامية في لبنان والتي تحوم حولها الشبهات كما أن العبودي ينتمي إلى ميليشيا العصائب الموالية للنظام الإيراني الأمر الذي لا يشكك فقط في كفاءته العلمية وإنما يلقي كذلك ظلالا قاتمة على صورة حاضر ومستقبل التعليم العالي في العراق